السلام عليكم أقدم أسفة تأخرت عليكم اليوم لأن حقيقة جلسة مجلس الوزراء اليوم كانت طويلة وملئة بالنقاشات والقرارات فأني آسفة تأخرت عليكم عقد مجلس الوزراء اليوم برئاسة السيد مصطفى الكاظن رئيس مجلس الوزراء جلستة لأعتيادها واستهل السيد رئيس مجلس الوزراء الجلسة بحث الوزراء على النزول للشارع والاستماع إلى مطالب المتلاهرين الحقة وحثهم على اعتبار أن غالبية هذه المطالب تتعلق بالتعين حثهم على استثمار باب حركة الملاك لاستيعاب ما يمكن استيعابه من أصحاب مطالب التعين الحقة كذلك انتقل نقاش وحديث السيد رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك لمناقشة الأحداث التي نشهدها للبلاد بصورة عامة وبالتحديد الأحداث المؤسفة التي حدثت قبل يومين في ساحة الطيران في بغداد أكد السيد رئيس الوزراء التزام الشخصي والأخلاقي بحماية المتظاهرين السلميين هذا الحق الدستوري نضيف الالتزام أخلاقي من سيد رئيس الوزراء والحكومة بصورة عامة والأجهزة الأمنية لحماية هذا الحق الدستوري بالتعبير السلمي للمواطنين عن مطالبهم في بغداد وبقية المحافظات أحداث مؤسفة حدثت قبل يومين فقدنا بها شهيدين أكد السيد رئيس الوزراء على التقرير أو تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق أن يكون أمام غدا على اعتبار أن مهلة لـ 72 ساعة تنتهي ولا أستطيع البوح بما وصلت إليه التحقيقات لكن أريد هنا تكذيب معلومة شاعة من بعض وسائل الإعلام أن الشهيدين تعرضا إلى إطلاق قنابل دخانية أو سبب وفاتهم هو إطلاق قنابل دخانية أم في نفيا قاطع عن هذا الموضوع الشهيدين تعرضوا لإطلاق نار المفارقة أن أحد الشهيدين رحمه الله تعرض إلى إطلاق نار من مسافة مترين علما أن التحقيق يشير إلى أن أقرب نقطة أقرب مسافة أصبحت بين المحتجين والقوات الأمنية هي 45 متر لذلك ممكن هذا يخلق انطباع لا أريد التحدث الآن قبل نهاية التحقيق يخلق انطباع وبصورة قاطعة أن القوات الأمنية كانت ملتزمة بتعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الدخيرة الحية ومثل ما أكد بخطابة يوم أمس ليس للقوات الأمنية الإذن باستخدام السلاح أو الذخيرة الحية وأكد على كل القوات الأمنية الماسكة بحماية هذه المتظاهرين وأكد على التعاون الموجود من المتظاهرين الحقيقيين السلميين أصحاب المطالب الحقة التعاون الكبير والتنسيق مع القوات الأمنية وقيادة تحديدا قيادة عمليات بغداد لحماية ساحات الاعتصام وخيم الاعتصام التي في بغداد وبقية المحافظات مثل ما أكد رئيس الوزراء يوم أمس بخطابة أن هذه الحكومة جاءت بعده بحر من الدم هذه الحكومة ملتزمة أخلاقيا أن هذا البحر من الدم لن تزيده قطرة لن تزيده قطرة التزام وبأوامر صارمة وبالإمكان الربط بعد اكتمال التحقيقات حول المسافة التي استجد بأحد المتظاهرين ونوعية بعد الاطلاع بالدقة على تقرير الطب العدلي نوعية السلاح الذي قتله فيه مجلس الوزراء أيضا كالعادة باعتبار أن البلد يمر بهذه الجائحة جائحة كورونا كالعادة استمع إلى تقرير مفصل من السيد وزير الصحة حول آخر المستجدات في مجال مكافحة هذا الوباء في مجال تقليل عدد الإصابات زيادة عدد الفحوصات اليومية زيادة عدد حالات الشفاء واتخذ بعض الخطوات التي ممكن تساعد على كل ما قلت الآن هي زيادة عدد الفحوصات والتقليل من عدد الوفيات قدر الإمكان وزيادة حالات الشفاء وزير العمل الشؤون الاجتماعية واستكمالا لنهج الحكومة الإصلاحي وتحدثنا في مؤتمرات سابقة عن لجان التقاطع الوظيفي الخاصة باكتشاف مزدوجي أو متعددي الرواتب قدم أرقام حقيقة مهمة هناك ستالاف وثمانمية وأربعة عشر متقاعد أو موظف يتقاضى راتب رعاية اجتماعية ستالاف وثمانمية وأربعة عشر متقاعد يعني ياخذ راتب تقاعد أو موظف يأخذ راتب موظف لكنه بنفس الوقت يتقاضى راتب رعاية اجتماعية هناك أيضا في وزارة العمل تسعمية وثمانية وسبعين يتقاضوا الراتب رعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم بنفس الوقت يأخذوا الراتب يتقاضوا الراتب متقاعد أو موظف الإصلاح من جنبين الحكومة اليوم تستطيع إصلاح هذا الخلل في هذه الجزئية التي هي ازدواج الرواتب تتوفر لها سيولة مادية هذه السيولة تروح تروح في أبوابها المستحقة لذلك قرر مجلس الوزراء اليوم الموافق على صرف عيدية مقدارها خمسة وسبعون ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية مناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وهذا بحسب ما جاء بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كذلك قرر في نفس السياق مجلس الوزراء إسقاط الديون أو إطفاء الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم لولا اللي راح تسقط عنهم الديون سبعة عشر ألف وخمسمية واثنين وخمسين أسرة بمعظمها بغالبها هي أسر لأرامل تقودها نساء ترتبت بذمتهم ديون مجلس الوزراء قرر أطفاء هذه الديون قرار مهم آخر اتخذ مجلس الوزراء اليوم وهو تعيين خريجي كليات الطبية على أن تقوم وزارة الصح بالتنسيق مع وزارة المالية تنفيذ هذا القرار وتشكل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط وعضوية السادة وزيري المالية والصحة لغرض وضع الآليات لتوفير التخصصات تعرفون أكو بحدود ألفين طبيب منذ مدة يطالبون باستحقاقهم بالتعيين تم اتخاذ هذا القرار اليوم بتعيين الأطباء أو خريجي كلية الطب الكهرباء ومأساة الكهرباء والإرث الكبير اللي ورثتها هذه الحكومة بخصوص الكهرباء أيضا هناك قرارات تخص ملف الكهرباء وهو إقرار الأول هو إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة الأقصى لتجهيز الطاقة المنتجة بقدرة 200 مقاوات وعلى الخط 132 كي في إلى محافظة نينوى ولمدة ثلاثة شهور بدءا من تاريخ إصدار هذا القرار ومن تخصيصات وزارة النفط ثانيا وفيما يخص الكهرباء أيضا قرر نجلس الوزراء إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية إلى ائتلاف شركة هونداي لأهميته في إنتاج الكهرباء وضمان تشغيل مصفة كربلاء ثالثا قيام وزارات المالية والكهرباء والنفط بتحديد آلية لتأمين نسبة 15% من قيمة العقد وعده شرطا من شروط دخول القرض حيث التنفيذ والبالغ مقدار 225 مليون دولار قرارات أخرى مهمة وتخص شرائح مهمة تعرفون أنه منذ مدة وأبنائنا خريجينا محاضرين وغيرهم في مظاهرات يطالبون بإنصافهم وتعينهم فالمجلس اليوم مجلس وزراء أقر توصيات المجلس الوزاري للتنمية البشرية اللي تخص شريحتين اللي هي شريحة المحاضرين المجانيين وشريحة العقود والجورة الأومية في الكهرباء والتوصيات هي كل آتي ممكن شوية راح أطول عليكم لكن توصيات مهمة وتخص شريحة مهمة في هذا الحار وبالشارع يطالبون بحقوقهم التوصيات اللي تخص المحاضرين المجانيين اللي توصل إليها المجلس الوزاري للتنمية وأقرها مجلس الوزراء اليوم هي أولا قيام المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بمراجعة أسماء المحاضرين وتحديد حاجتهم الفعلية حسب الاختصاص والشاغر على وثق الضوابط المبلغة إليهم بموجب كتاب وزارة التربية المديرية العامة للتعليم العام الأهلي والأجنبي للعدد 7523 في 23 عشر 2018 وإعداد قاعدة بيانات متكاملة بذلك ثانيا شمول الذين تنطبق عليهم ضوابط تعيين المحاضرين بالوظيفة ضمن درجات حركة الملاكات الحذف والاستحداث لكل مديرية عامة ستنشر لاحقا ويراعى ذلك الحاجة الفعلية والاختصاص والأسبقية ثالثا دراسة مقترح إحالة العدد المتبقي والذي لا تنطبق عليهم ضوابط إلقاء المحاضرات مع الذين يعملون بالوظائف الإدارية مجانا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدراسة مدى إمكانية شمولهم بشبكة الرعاية الاجتماعية إلى حين توفر الظروف المناسبة لتعين رابعا الإعاز إلى السادة المحافظين والمديريات العامة للتربية كافة بعدم إصدار أي أوامر إدارية جديدة تخص المحاضرين للعام الدراسي الجديد ولأي سبب كان خامسا توجيه المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة بتقديم كشف الدقيق بالمحاضرين المجانيين لديها من أجل إعداد كشف إجمالي من قبل وزارة التربية لغرض تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء لدراسة مدى إمكانية تقديم منحة مالية إليهم مقطوعة سنويا وهذا إجراء أيضا مؤقت مساعدة لهؤلاء اللي عانوا كثيرا لحين إيجاد الفرص الحقيقية المناسبة ضمن الإصلاح المالي للحكومة من أجل تعينه هذا فيما يخص المحاضرين المجانيين أما فيما يخص الكهرباء هنا طلب السيد رئيس اللجنة من ممثل وزارة الكهرباء عرضا موجزا عن موقف المذكورين لديهم وأعدادهم والموقف المالي لهم قدم ممثل وزارة الكهرباء جداولا إحصائية بأعداد العاملين بصفة عقود والأجراء اليوميين موزعين على قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بيّن 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 قرار من هيئة الرأي في وزارة الكهرباء بإيقاف صرف المستحقات المالية لهم منذ شهر آذار 2020 وذلك لظروف التي يمر بها البلد في أثر جائحة كورونا وقلة توفير التخصصات المالية هذا الشرح صارت باستنتاجات وصارت بتوصيات أولا قيام وزارة الكهرباء بتقديم كشف المبالغ المطلوبة لتزديد المستحقات المالية وبحسب الأشهر على أن تصرف من إرادات جباية وزارة الكهرباء لدى وزارة المالية ثانيا قيام وزارة الكهرباء بتقديم خطة للسيد رئيس مجلس وزراء عن كيفية الاستفادة من المتعاقدين والأجراء اليوميين سواء في جباية إجور الكهرباء أو الصيانة أو تنفيذ المشاريع وتحديد العدد المطلوب منهم لهذا الغرض موزعين حسب محل سكنهم ثالثا تقدم قائمة بالأعداد والأسماء وفقا لاستمارة مفاضلة ويعطون الأولوية في التعين أكو خبر أيضا يخص وزارة الثقافة بعض الدوائر في وزارة الثقافة متأخرة رواتبهم رواتب الموظفين الجدد المتراكمة في وزارة الثقافة المتأخرة تم صرف بعضها بعضها تم صرفه وغدا وغدا ستم صرف رواتب هيئة الآثار ودار الأزياء العراقية وستوزع رواتبهم غدا إن شاء الله مجلس الوزراء أيضا دعم جهود وزارة الموارد المائية لحملتها لرفع التجاوزات على الحصص المائية وعلى المتجاوزين على ممرات الأنهر وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع أيضا قرارات أو قرار مهم من عدة فقرات اتخذ مجلس الوزراء الآن يخص مرضى السرطان حيث ناقش المجلس هذا الموضوع وقرر الآتي أولا إنشاء ردهات إضافية لمعالجة مرضى السرطان في مستشفى الأمل الوطن وأخرى في المركز الوطني للأمراض السرطانية فضلا عن التوسع في معالجة الأنواع الأخرى من الأمراض السرطانية وأمراض الغدة الدرقية اثنين إنشاء مركز للطب النووي في محافظات البصرة النجف نينوى بابل الأنبار وفقا للمخطط الذي أعد لمحافظة النجف وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة معالجة المواد الخطرة ومديريات الطاقة الذرية بإنشاء منظومات تصريف الفضلات المشعة على أفق النموذج الذي سبق تطبيقه في مستشفى الأمل الوطني هذه تقريبا مجملة للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم وأنا مستعد لسمع أسئلتكم استضاحاتكم حولها وحول أي أمور تودون تطرحها السلام عليكم السيد أحمد أثير عاد من قناة العراقية الإخبارية السيد أحمد في حال استكمال قانون لانتخابات من قبل مجلس النواب ما هي المدة التي تحتاجها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة السؤال الثاني هناك زيارة مرتقبة لسيد الكاظمي للملايات المتحدة الأمريكية ما هي أهم الملفات التي سيناقشها في هذه الزيارة خلي أبدو ياك بالسؤال الثاني الملفات طبعا بحث الأمور المشتركة ذات الاعتمام المشترك موضوع استكمال الحوار الستراتيجي لدينا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار ستراتيجي مهمة هناك ملفات عدة ستطرح لكن استكمال الحوار الستراتيجي اللي بدأ سيكون هو المحور في هذه اللقاءات أما في سؤالك حول الانتخابات وموعدها يوم أمس سيد رئيس الوزراء أوضح هذا الوضع وهو ينتظر ومجلس الوزراء ينتظر استكمال القانون وملحقاته فيما يخص الدوار الانتخابية وهذا عمل مجلس النواب ويوم أمس سيد رئيس حث مجلس النواب على إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية استكماله وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل تصديقه كي يأتي الدور بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات لتحديد الموعد لكن كما أكد السيد رئيس الوزراء يوم أمس سيتم تحديد الموعد قريبا بعد التنسيق مع مفوضية الانتخابات هذا وعد بالسيد رئيس الوزراء يوم أمس وهو على هذا العهد وينتظر المجلس النواب استكمال القانون بالسرعة الممكنة الاعتبار أن المهمة الأساس لهذه الحكومة والمنهاج الحكومي أشار إلى هذه المهمة الأساس رغم الفترة الضيقة أو المدة الزمنية الضيقة لهذه الحكومة هي إجراء انتخابات حرة نزيهة مبكرة في أقرب وقت ممكن بعد استكمال كل مستلزمات هذه العملية المهمة وهذه الممارسة المهمة من أجل خلق بيئة انتخابية آمنة على مستوى الأمن وعلى مستوى القوانين وعلى مستوى تنفيذ إجراءات المفوضية وفق المعايير الدولية إذن قريبا كما أكد رئيس وزراء سيتم الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة السلام عليكم عليكم السلام محمد جليل من قناة الجزيرة ساذ أحمد يعني في كلمة السيد الكاظمي يوم أمس أشار إلى أن هناك ربما جهات تدفع لإثارة فتنة أو إثارة إشكال بين المتظاهرين وبين الأجهزة الأمنية وبالتالي مع الحكومة وأيضا بيان وزارة الداخلية الذي صدر اليوم أشار بوضوح إلى أن على المتظاهرين من التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل ضبط أشخاص موجودين داخل التظاهرات يحاولون إثارة فتنة والقيام بعمليات اغتيال تستهدف الناشطين والمتظاهرين هذا كل جاء بالتزامن أيضا مع التصعيد في مسألة استهداف المعسكرات هناك استهداف لمعسكر التاجي وهناك استهداف لقاعدة سبايكر سبقها استهداف قيلة أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة حصل حادث في قاعدة السقر جنوب بغداد يعني ألا ترى أن هناك خيط يربط جميع هذه الأحداث سيما وأنها جاءت متزامنة ألا ترى أن هناك خيط يربط هذه الأحداث أو أن هناك غاية معينة يعني أنا هنا ليس للتحليل أنت كصحفي من حقك أن تربط المعلومات وتحلل أنا هنا أنا أتحدث هنا عن مواقف حكومة عراقية عن موقف السيد رئيس مجلس الوزراء والمواقف يجب أن تكون مبنية على معطيات واضحة ودقيقة موقف السيد رئيس الوزراء والحكومة داعم للمتظاهرين داعم داعم لهذا الحق الأجهزة الأمنية تتعاون مع المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب الحق الذين أوصلوا هذه الحكومة إلى السلطة هؤلاء على تنسيق تام وتعاون تام مع الأجهزة الأمنية ولا زال هذا التعاون مستمر وهناك جهات لا تريد للبلد الاستقرار وصفهم وأرسلهم رسالة بالأمس السيد رئيس الوزراء وقال لهم لا تتلاعبوه كانت رسالة واضحة هناك جهات لا تريد لهذا البلد الاستقرار ويمكن مراقبين يعني إعلاميين وأكيد شايفين الساحة التظاهرات خلال الفترة الأخيرة استطاعت بعض الجهات أن تخترق استطاعت بعض الأطراف أن تخترق لا أريد استباق التحقيق قد يكون ما حدث قبل يومين هو نتيجة الاختراق هذه التظاهرات من قبل جهات لا تريد لهذا البلد الاستقرار وأستشهد بآراء استماعت إلها من بعض الناشطين عن طريق وسائل الإعلام قالوا نحن ضد التصعيد لدينا تواصل مع القوات الأمنية هذه الجهة التي صعدت قبل يومين كانت تستعد لهذا التصعيد قبل يومين ثلاثة وأخبرنا القوات الأمنية إذن هناك تنسيق عالي بين المتظاهرين السلمين قد يعطي رسالة أن هناك جهات لا تريد للبلد الاستقرار اخترقت هذه التظاهرات وقد يكون يهم مشروعها أن تخلق بلبلة السلام عليكم أستاذ أحمد أحمد مؤيد قناة يو تي في استهداف المعسكرات يأتي بحجة تواجد قوات أجنبية داخل هذه المعسكرات الاستهداف الأخير لمعسكر التاجية الذي تشرف عليه القوات الأمنية العراقية هل هو استهداف للحكومة العراقية كيف تقرؤون هذا الاستهداف شكرا قوات التحالف الدولي هي قوات صديقة وجاءت بالطلب من الحكومة العراقية ووقفت إلى جانب الحكومة العراقية في أيام عصيبة عندما كان العراقيون جميعا يقاتلون تنظيم داعش ما تقوم به بعض الجماعات الخارجة على القانون مرفوض وهو متابع بدقة من قبل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ولن تتوان هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية بإلقاء القبض على مطلقي هذه الصواريخ حماية للقوات الأمنية العراقية والقوات الصديقة الموجودة في نفس المعسكرات هذا واجب الحكومة العراقية وهي ماضية في هذا المجال مساء الخير سيد أحمد رعد المشهداني إذاعة جامعة التراث أهلا زيارة السيد الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قضاء الطارمية أخمد من خلالها الفتنة الطائفية التي كانت تروج لها بعض الأطراف وخصوصا استشهاد مرلوات 59 الشهيد البطل علي حميد غدان الخسرجي كانت أقامة الطارمية مجلس عزاء وحداد على روحه الطاهرة أعادت الثقة بين المواطن والقوات الأمنية هناك وعد من الحكومة العراقية بتشكيل فوج من أهالي الطارمية لحمايتهم من الغربة والدخول وخلق فتن جديدة متى سوف تكمل الحكومة تشكيل هذا الفوج الذي يوافق عليه مبدئيا السيد الرئيس الوجراء وبعض الأجهزة الأمنية على ذلك تسألك صحفي لو لأن أنت ابن الطارمية ابن الطارمية أولا وأسأل سؤالي صحفي متى يعني تباشر دور العشائر في هذه المناطق وخلق من أبنائها لحمايتها لأن الطارمية عصب اليوم مهم اقتصاديا سيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء أول رئيس مجلس الوزراء يزور الطارمية بعد 2003 وزارها في وقت حرج وزارها بعد ساعات من اغتيال الشهيد على الوزراء هذا مجرد هذه الزيارة تعكس اهتمام بالغ من السيد رئيس مجلس الوزراء ليس فقط بالطارمية بكل مناطق البلد حرصة على أن يعمل الأمن في كل هذه المناطق وتعرفون أنه سبق هذه الزيارة كانت عمليات وسبق عملية اغتيال امر وكانت عمليات موجودة كان الاختيال ردت فعل ومحاولة لخلق فتنة بين تنظيمات الارهابية وأهالي المنطقة وزار السيد الرئيس ووعد المنطقة بتوفير حماية أمنية من قبل القطاعات الأمنية المتعاونة أصلا مع أهالي الطارمية الطارمية وبقية مناطق العراق مسؤولية حفظ الأمن فيها هي مسؤولية الحكومة العراقية وقواتها الأمنية ويمكن إيجاد العديد من الآليات لترسيخ الأمن في الطارمية وبقية المناطق التي قد تشهد بعض الخروقات هنا وهناك السلام عليكم منتظر السعيد قناة الأيام أستاذ أحمد أكثر من مكان خارج أسوار المنطقة الخضراء يشهد وقفات احتجاجية للخريجيين من كليات وأقسام مختلفة هذه الاحتجاجات تحول البعض منها إلى احتصامات مفتوحة من المؤسف نلاحظ هناك احتداء عليهم يتم بين الفترة والأخرى وحتى هذه اللحظة لم تبين أو لم تبين مواقف الحكومة من ذلك فهل سيكون لهذه الشريحة المهمة نصيب في حكومة السيد الكاظمي من خلال توفير فرص عمل لديهم باستثناء ما ذكرتموه من محاضرين وأيضا خريجي كلية الطب خليني أكد على المبدأ الأساس لهذه الحكومة المبدأ الأساس لهذه الحكومة التي تصير عليه هو الالتزام الأخلاقي والمسؤولية في حماية هذا الحق هذا الحق التزام جوهري للحكومة أن تلتزم بحماية هذا الحق والتعبير عن المطالب والتعليمات حازمة وصارمة وواضحة لكل القوى الأمنية بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين الذين يلتزمون بأسلوب التظاهر الحضاري وأعيد وأكرر ما ذكره السيد رئيس بالجلس الزراء يوم أمس غير مأذون للقوات الأمنية بالتعامل بإطلاق النار واستخدام السلاح والتعامل بعنف مع كل المتظاهرين هذه الشرائح لا تخرج إلى الشارع في هذه الدرجات الحرارة لو لا أنها تعيش وضعا وترى أن مسؤولية هذه الحكومة أن تلبي مطالبها وما قرارات اليوم التي اتخذها مجلس وزراء إلا بداية الطريق نحو تلبية مطالب غالبية المتظاهرين المطالب الحق للمتظاهرين رغم هذه الظروف التي تمر بها هذه الحكومة التي لن تتعكز على هذه الظروف لأن مسؤوليتها عندما قبلت المسؤولية تعلم بهذه الظروف رغم هذه الظروف التي تمر بها وشهدنا اليوم وستمعتم إلى مجموعة القرارات عندما تجد الحكومة فرصة لتنفيذ مطالب ومطالب حقها لن تتوانع وأعيد وكرر هذا التزام من الحكومة بحماية حق التظاهر التزام أخلاقي قبل أن يكون الالتزام دستوري على اعتبار أن وصول هذه الحكومة إلى السلطة جاء بفضل تضحيات كبيرة بحر من الدم وصلت به هذه الحكومة من أجل أن توصل البلاد إلى بر الأمان وهو الانتخابات المبكرة التي سيعلن عن تاريخها قريبا أنا أشكركم وشكرا جزيلا على حضوركم وأكرر أسف على تأخري لحضور المؤتمر الصحفي شكرا جزيلا